سلام اليكم ك Evan Smack, سلام عليكم يا شباب وقالن اوه? معكم عبداللطيف سعيد جاءت لي تعليقات كثيرة جدا عن كيف اعمل انترو اشرح يا عبدالطيف اننا نعتما كيف نفعل انترو اشرح كيف عمل انترو اشرح كيف عمل كذا وطبعا استجابت كلمة تعليقات التي جاءت لي فعلا تعليقات معكم كثيرة جدا من قبل 30 عدد من الناس تنبابوني فانت اشرح انا كم اعمل انترو و وللاسف عند Ioانا محسن ل Ni بحب عليك كلمة انترو قاموا بانتري لقيت ما شاء الله كمية تعليقات كبيرة جدا فبالتالي هستجيب ليه الطلب بتاعكم وهاشرح ان انت في الفيديو ده ازاي تقدر تعمل انترو عشان ما اطولش عليكم شوف الفيديو لحد النهاية لان بجاة تستفاد طبعا الفيديو مفيد جدا فعشان كده شوفه لحد النهاية وممكن يكون طويل شوية بس شوفه برضو لحد النهاية ونروح للشرح فيه ناس دلوقت ممكن تسألني كده في البداية ايه هو الانترو ده ايوا فيه ناس فعلا مش عارفة عن ايه انترو مش عارفة ايه فكرة الانترو فخلينا كده اوضح لكم بشكل سريع الانترو هو المقدمة اللي انت كنت لست شايفها من شوية فكرتها هو عبارة عن فيديو مدته عشرة او عشرين ثانية ممكن تلاتين ثانية بيلخص فيها محتوى موقعك بيكلم عن ايه بشكل مثلا نقول جرافيك مثلا او نقول مثلا تصويري او نقول مثلا كتابي يعني مقدمة حماسية تقدر ان انت تحطها مثلا على الفيديو بتاعك او في وسط الفيديو بتاعك على اساس ان انت تقدر تعرف الموقع بتاعك او القناة بتاعتك بتتكلم عن ايه فعشرة او عشرين ثانية زي مقدمة البرامج بالزبط او زي مقدمة المسلسلات نفس الفكرة بس احنا بنختصر الموضوع فعشرة او عشرين ثانية او ممكن اقل كمان ممكن ست ثواني او اقل فبالتالي هو ده فكرة الانترو مقدمة بتعبر عن محتوى موقعك او محتوى قناتك بتتكلم على ايه الحاجة التانية انت لازم تعرفها ان الانترو انواع ايوة انواع مش نوع واحد خليني كده اعرفك على الانواع بشكل سريع برضه عشان تكون مطلع على الانواع دي هي ايه او النوع وهو النوع التصويري او النوع اللي انت عبارك ده عن نوع صورة انت بتحطها مع انتقالات والموضوع انتهى يعني زي ما تشاف دلوقتي قدامك في الفيديو تصمم صورة بعد كده بتحط انتقالة في البداية وفي النهاية على اساس انت تعمل انتقالة بابين الفيديو الاخر وهو ده المقدمة او الانترو ده او النوع تاني نوع وهو النوع او اللي هو تصممات حندسية انت بتحركها على البرامج زي ادوبي او الافتر افكت او برامج تحريك التصممات بالتالي بتقدر انت تعمل منها اشكال وحركات وبضيف على تأثيرات وهو ده النوع التو دي عندك النوع التالت وهو سري دي وده طبعا انا عارف ان انت ممكن تقدر على بس السري دي لو انت مبتدق الموضوع بالنسبة لك هيكون صعب جدا لان انت محتاج ان انت تشتغل على برامج سري دي زي افتر افكت مثلا نقول سينما فور دي مايا برامج اخرى متعلقة بالسري دي فالموضوع فعلا صعب ومحتاج دراسة كبيرة جدا وكروسات كثيرة جدا على اساس ان انت تقدر تشتغل عليها انا نفسي ما اقدرش ان انا عمل الحاجات دي فبالتالي ده محتاج شغل خاص لناس خاصة فهمة في برامج السري دي الشيء الرابع وهو الفيديو او اللي هو الانترو التصويري ده ممكن انت تشوفه كتير قوي في الوقت الحالي لان بالفعل في ناس تتستخدمه مجرد بعض اللقطات انت بتصورها بتليفونك او بكاميرتك واللقطات دي مثلا بتكليك او الشغل اللي انت بتعمله بالتالي بتضيف عليها دائسات وانتقالات مع موسيقى حماسية في النص كده وهو ده فكرة الانترو التصويري اللي انت تقدر تعمله بايدك عن طريق المحتوى اللي انت بتقدمه فدلوقتي عرفنا انواع الانتروهات اللي انت لازم تبتدي وتختار اللي انت تشتغل عليها بالتالي دلوقتي بقى نيجل الحاجة لبعضها على طول وهو ايه البرامج اللي هستخدمها لعمل انترو طبعا البرامج كتير جدا البرامج هي عبارة عن اداة انت من خلالها بتقدر ان انت تنفذ الحاجة اللي في دماغك ده لو انت هتبتدي من الصفر انما في حالتنا دي وانا معرف ان اغلبنا اساسا ما بيعرف اشتغل اعدوي بريمير فبالتالي انا بقدم الكورسات بتاع اقدوي بريمير على اساسا ان انا بتخلي كتير في البرنامج بس لان انا افترض ان اغلبكم اساسا ما اعرفش البرامج اللي هتكلم عليها دي بس في حلول تانية وهو ان انت تحمل القوالب وتعدل عليها وضل لها اشرح في الفيديو ده البرامج اللي انت هتتعدل عليه حاو لعمل الانترو هيكون ايه? تقدر تعمل الانترو باستخدم فوتشوب اى واكت باستخدام الفوتشوب تقدر تعمل تحريك عليه تقدر تعمل الانترو باستخدام ادو ببريمير السوني فيجاس الافتر افكت السينما فور دي زمنا قرت مايا وغيره من البرامج الاخرى فبالتالي زمنا قلت لك ان البرنامج هو عبارة عن اداة او وصيلة من خلالها بتقدر ان انت تعمل الانترو او تعدل عليه عموما خليني كده اقول لك ان افضل برنامج انت هتحمله دلوقتي وتثبته عندك على اساس ان احنا هنشتغل عليه في الفيديو ده وهو موجود لي قوالب بقصرة كبيرة جدا على الانترنت تقدر انت تتعملها وتستخدمها وهو الافتر افكت اكيد دلوقتي انت تسألني وتقول لي طبعه ولطيف ايه المواقع المفروض ان انا استخدمها على اساس ان انا اقدر حمل الانترو وعدل عليها خلينا اقول لك ان في مئات بالالاف المواقع والقنوات على اليوتيوب اللي انت تقدر تستخدمها على اساس ان انت ت takdare تحمل القوالب بتاعت الانترو بس خلينا اقولك ان اغلبها غير قانوني اغلبها بياخد تصميمات حد تاني وبيعدل عليها وبيرفعها كأنه تصميمها يعني ممكن يسبب لك مشكلة في قناتك فعشان كده أنا استفط لك موقعين الموقعين دول تقدر تستخدمهم بكل ريحية لإني أساس الموقعين دول زي ما تقول كده أنت روهاد بدون حق ملكية تقدر أن أنت يعني تحملها وتعدل عليها لإني أساسا أنت واخد إذن صاحب الموقع أو إذن صاحب اللي هو عامل التصميمات دي بالتالي أنت مش تواجه أي مشاكل خلاص فعشان كده بقول لك أن أنت عشان تقدر تستخدم أو أنت تقدر تعمل إنترو استخدم الموقعين دول أمانا لك عشان ما يحصلش أي مشاكل عندك في القناة تجري فعموما خلينا دلوقتي نروح على أول موقع ولا هسيب لك لينك بتاعه موجود تحت في الرابط الموجود في الواصل مع الشرح ورده يلا بينا ثم المشابب نيجي بعد دلوقتي للخطوة التانية وهو شرح اللي أنت زي تقدر تعمل لوجو أو تحمل قوالب طبعا مبدئيا كده محدش يسألني على رابط تحميل رابط التحميل الخاص بالموقعين دول أنا هسيبهم تحت في الوصف القوالب اللي أنا هعدل عليها أنا مش هقدر أضيف لك رابط تحميلها فأنا بقول لك من البداية تمام أنت شوف واختار القالب اللي أنت عايزه يمكن تلاقي أو يمكن تصادف القالب اللي أنا بعدل عليه وتقدر أن أنت أتحمله بس أنا مش هقدر أن أنا أضيف لك الروابط في الوصف عشان محدش يسألني على الرابط تمام فقط الموقعين دول انا هدفهم لك في رابط الموضوع اللي في الوصف اول موقع فيهم وهو الموقع ده الموقع ده باكتصرش جدا سهل جدا في التحميل وكمان في البحث يعني عندك هنا ساعة ما تيجي تفتح الموقع يظهر لك هنا عندك قيمة على الجنب على الجنب الشمال هنا في كافة البرامج اللي انت محتاجها او اللي انت محتاج تحمل القاولة بتاعتها كمي سهل وزي ما قلت لكم انه هو اكسر شهرا واكسر انتشارا وهتلاقي قاولب ليه جدا كتيرة تقدر انت تحمل وتختار ما بينهم هتلاقي عندك الفوتشوب هتلاقي عندك السوني فيجاز السينيما فور دي البلندر والإيه والإيفي بلاير وهتلاقي عندك برامج اخرى طبعا زي ما قلت لك خليك دايما على الافتر ايفكت او سوني فيجاز لو انت عندك الافتر ايفكت طبعا يعني مش هيشتغل على جهزك لانه فعلا برنامج تقيل تمام طيب نختار هنا اي مسلا قاولب من الافتر ايفكت كمسلا القاولب ده عجبني تمام وبعد كده هدوس تحميل على اساس انه قدر احمله ممكن يظهر لك مسلا يعني يقول لك بعد العشرين ثانية ممكن يقول لك مسلا ان انت محتاج تشترك في قناة كذا او تعمل كذا على اساس ان انت تقدر تحمل التطبيق لو افترضنا مسلا حين ندوسنا هنا على داونلود هيظهر معايا مسلا نفترض الحركة دي تمام انه اشترك مسلا في قناته على اساس اخد اللينك اقول له ماشي اشترك في قناته بس انا مش هشترك في قناته بشكل فعلي لما يجي لي عندي تأكيد الاشتراك هقول له الغائف مش هعايز اشترك في قناته بالتالي هيظهر عندي اللي هو الانلوك لينك اروح جاي هنا دايس عليه هيظهر عندي لينك التحميل بس خلاص ده اللي انت هتقدر تعمله مش مطلوب منك حاجة تاني طيب الموقع التاني بقى والموقع التاني ده اعتبر شركة في نفس الوقت موقع كويس جدا برضو نفس الفكرة ان انت هتقدر تحمل منه قوالب احترافية وانا نفسي افضله عن الموقع الاول يعني الموقع التاني ده احسن وافضل في التحميل من ناحية التصميمات ومن ناحية حاجة كترة جدا فهنا برضو هتلاقي عندك ان انت هتقدر تحمل قوالب مجانية تقدر تحدد فقط على المجاني تقدر حتى كمان ان انت هتحمل البرمير والبرمير اللي هو التمبلت وحاجات تانية كترة جدا عندك هنا تقدر انت تختار شكل الاشيء اللي انت عايزه كالتكست لوجو فيديو فوتو وعندك حاجة كترة جدا تقدر انت تتحددها من هنا لو انت بتدور على حاجة محددة طيب لنفترض مسلا ان دلوقتي محتاج ان انا احمل ده مبدئيا اي لوجو من دول او اي حاجة من الموقع ده محتاج ان انت تسجل دخول عليه يعني ما ينفعش ان انت ما تسجلش دخول في الموقع لازم تسجل دخول في الموقع ده زي ما نعمل دخول فيه دلوقتي يعني فتح حساب عشان اقدر ان انا احمل من عليه فبالتالي بعد ما انت تسجل حساب هتيجي عندك على كلمة هنا وهو وتحمل على طب اختصارا للوقت بقى لان انا فعلا بالفعل اللي انا محمل قوالب كترة جدا فخليني الروح عندي على قالب بعد محمل اي قالب هيظهر عندي بالمنظر ده كده هو عبارة عن ملف مدغوط افك الضغط من عليه اروح جاي داخل ممكن يظهر ملف تاني مدغوط افك برضو الضغط من عليه تاني اقوم داخل هيظهر بقى عندي الملفات دي هنا ممكن يظهر عندك اصدار البرنامج بتاع الافتر افكت مسلا يقول لك اصدار الفين وتناشر الفين وتلتاشر الفين ونربعة اشر ايا كام فهينج Morrison بشوفو الاصدار بتاع الافتر افكت بتاعك ايه ولو الملف بتاعه متوفر تمام مش متوفر خش عليه على طولهها فيعموما انا على النفس هاخش عندي على الاصدار العام اللي هو الاصدار بتاع اي اصدار فيخش عندي عليه تمام هيكون عندك ملف الحفظ بتاع اللي هو يافتر افكت طيب دلوقتي انا بعد ما دخلت هيظهر عندي القالب اللي انا اخترته طبعا اول حاجة ممكن يظهر عندك الرسائل دي دوس اوك ممكن يظهر رسالة تانية دوس اوك هيظهر رسالة تالتة دوس اوك بارتو ما تقلقش بعد ما انا اخترت ان كله هيكون اوك ازا هيكون عندي بالشكل ده طبعا هنا انا اخترت لكم قالب سهل وكمان سري دي على اساس تفهمه مقطة مهمة جدا وهو ان اي قالب ايا كان بيختلف شكله من من اخر يعني يعني مثلا في مثلا نقول قالب الشكل بتاعه هنا بيختلف عن التاني ما ينفعش القالب مسلا او كل القالب تكون متشابهة ما ينفعش مسلا كل مصمم بيصمم دايما القالب بتاعه او اه التصميم بتاعه او ادارة الملفات بتاعته هنا او هنا او هنا او حتى في الملفات بتختلف من برنامج الاخر او بتختلف من مصمم الاخر بالتالي دي نقطة انا مش هقدر اشرحها دي نقطة انت محتاج مع الممارسة ان انت تفهمها فهنا عامل الممارسة هو اللي هي حتى ما عليك ان انت تفهم النقطة دي. انما انت لو انت اول مرة فاتح برنامج فقط عشان تعمل تعديل على الانترو احتمال ما تفهمش من اول مرة. مش معنى كده ان الشرح وحش وانما ان دي نقطة ممارسة. فاهم ني? انت محتاج ان انت تفتح كتير جدا البرنامج تلعب فيه وتخبط فيه وتعدل على قالب كتير جدا. انت شوف دروس كتير جدا. على اساس ان انت تقدر تفهم البرنامج لان شرح واحد مش هيكفيك. عماما خلينا هنا نشرح بشكل سريع. هنا دايما هتلاقي في اي برنامج اي اصدار هتلاقي عندك هنا قسم اسمه او اللي هو اللي ايه? اللي هو الملفات او المشروع. هتلاقي عندك هنا فلترات كتير جدا. الفلترات دي بتبقى مقسم جواها حاجات كتير جدا. منها اللوجو. حتى هنا بيقول لك يعني هنا بيقول ان انا معدلش ازا لازم اقدر مهم جدا انشوف النقطة دي. يعني انا مش لازم او خطر او مش المفروض ان انا اعدل عليه. ما هو حتى اظهرها له. دون. تمامعندي هنا بيقول لي ادت. تمام معنى كده ان انا اقدر ان انا اعدل عليه. ازا انا عندني هنا بيقول لي اللي هو اللوجو الهولدر اللي هو اللوجو ده. طيب انا عملي بقى اخش عليك yani عندي هنا دايما عشان اقدر ان انا اعدل على قالب. فيه دايما هلاقي عندي ان في كلمة اسمها لوجو تمام? اغلب بالقالب كده. يعني المسل نقول تسعين في الم diedalского qu wolf. على المفروض ان هو يظهر بالمنظر ده. فازن ده اللوجو. دلوقتي انا عايز ان انا احط اللوجو بتاعي انا. هنا عندي حاجة هنا اللي هو صندوق او صندوق يعني اللي انا بحط عليه الحاجة اللي هتظهر على الشاشة. فازن انا عندي هنا ده اللوجو ده هو اللي ظهر على الشاشة في ده. ازا انا عايز احط بتاعي او بتاعي ازا اعمل ايه? اجي هنا هو على اللوجو بتاعي اللي هو طبعا تشوف انت محفوظ فين كمي صار على سطح المكتب اروح جاي وصحبه وحطه عندي في مجرد صحب كده طبعا عشان اللوجو بتاعي كبير جدا ازا اصغره ازاي اروح جاي هنا عندي يعني طبعا انا عندي هنا اللوجو بيقول مقاس فعشر تلاف عشر تلاف طبعا كبير جدا عايز اصغره اروح جاي هنا عندي على اللوجو بتاعي في اللاير ده اروح جاي دايس عليه وارح جاي هنا دايس هنا هو اللي هو الترانسفورم وبعد كده اروح جاي هنا مصغر بالمنظر ده كده صاري معنا بالمنظر ده كده. انا كده صغرت اللوجو بتاعي عندي من ايه? من اللي هو تمام? اللي بقدر ان انا اصغر واكبر اللوجو بتاعي على حسب ما انا عايز. فايزا بعد ما انا زبطت اللوجو بتاعي وخليته في النص زي ما هو مطلوب. اروح اجاي دلوقتي بقى ومسح اللوجو القديم. طبعا ازاي بقى يعني هتمسحه عن طريق ان انت تشيل بس اللي هو العين دي. العين دي بس فقط ان انت تشيله. بس كده. خلاص انت شيلت كده اللوجو. دلوقتي انا عايز اشوف التعديل بتاعي النهاية يكون عامل ازاي? في منظر ده تمام? اجي دايمن على اول فولدر اجي دايمن على اول فولدر. ما هتجي لديك انا فولدرات. الفولدر الاول دايمن بيكون هو المشروع كامل. عشان تقدر ان tochوف. دايمن الفولدر الاول اللي هو iter me تمام. رندر مي. تمام? وعندي هنا render quick. فازن انا هروح دايمن على render muEO. او رندر. او دايمن بيكون اول فولدر ايان كان اسمه. لو انت ما تيجي مثلا تروح عليه وتشغل طبعا عشان تقيل جدا فبالتالي هيظهر عندي بشكل متقطع ده. لان طبعا ده بيحمل عندي على البروستسور هو بيعرض لدلوقتي حوالي اربعة في الثانية. ففعلا الانترو تقيل جدا وانا بحمل على كارة الشاشة عندي. فبالتالي مثلا رفترضنا ان احنا هنقدمه شوية هلاقي عندي ان اللوجو بقى بالمنظر ده زي ما انت شايف. هو الانترو بتاعي بقى بالمنظر ده. طيب انا دلوقتي عايز ان انا اعمله رندر اعمله ازاي. المضوع بسيط جدا. اولا انت هتدوس عندك على الكنترول او مثلا تيجي عندك هنا فاين صحة فاضية في التايم لاين. بعد كده تدوس عندك على كنترول وحرف الام. لما تيجي عندك تدوس على كنترول وحرف الام هيظهر عندك الشكل اللي تحت ده. تمام طيب لو انت مش فاهم نيجي عندك هنا على فايل. ثم اكسبورت. مسلا نقول ثم اللي هو ادت رندر كويك. لست آسكت عليها. في زر عندي بالمنظر ده برضو. فاينcychي هنا بقى عندي على اول حاجة اللي هو الاوت بوت. اجي هنا عندي عليه. تمام على الكلمة دي ا鉄ا اراح دايت عليها. وراح هنا عن دي ما اخترش اي في اي دي نقطة مهمة جدا نكتسو فيها لان الملافة ممكن يطلع عندك بحجم عشرين جيجا او اكتر فاذا يفضل ان انت دايما تختار ده افضل خيار لان انا اخترت اه المعروف وكل حاجة بس حجم الملف هيطلع معاك عشرين جيجا او يمكن عشرة جيجا فحجم هو والغ فيه فاذا افضل حاجة ان انت تيجي على الحجم المعتدل والكوالة المزبوط وهو الايه اللي هو الكويك تايم اجي عليه وراح هنا رايح عندي على بعد كده راح رايح عندي على اللوجو اللي هو بعد كده اختار مكان الحفظ اللي هو مثلا انه اقول اللي هو بعد كده ادوس سيف بعد ما خلص اروح جاي هنا عندي على بعد ما ادوس رندر هستنى عندي لحدة ما يرندر لاني طبعا الرندرة بتكون كبيرة جدا جدا هيبتدي ان هو عندي رندر اهو بص طبعا ده على حسب بقى قوة جهازك النقطة دي بقى انا مقدرش حددها هيوض معك وقت قدية فاحيانا انا كنت برندر بعد ثلاث ساعات عشان حاجة واحدة ترندر فعلا البرنامج قوي جدا وكبير جدا فبالتالي يعني على حسب قوة جهازك هو اللي هيقدر يزبط كل حالة طب دلوقتي بعد ما احنا خلصنا الشرح اكيد انت ممكن تسأني سؤاله وتقول لي انا التصميمات اللي انا شفتها والطريقة اللي انت بتعمل بها الانترو ما عجبتنيش انا عايز حاجة اكثر احترافية عايز حاجة ممتازة اقجب ايه او اعمل ايه بص قدامك حلين مالهمش تالت وهم دول افضل حلين بس طبعا لازم تعرف اني دول هيكونوا بفلوس لاني المجاني طبعا دايما بيكون محدود فبالتالي انا عرضتلك المجاني ده هيكون شكله عامل ازاي وكمان تقدر انت تعمله زي ما عامل الانترو بتاعي يعتبر القالب مجاني بس ما عدل عليه عشان تشوفه اللي انت بالمظهر انت شفته ده عندماك في بداية الفيديو اول حل وهو ان انت تروح على بعض المواقع اللي انت بتقدر تحمل منها القوالب المميزة بس بفلوس يعني فيه فعلا زي موقع انفيتو ده الموقع ده باختصار شديد ان انت تقدر ان انت تخش عليه وتحمل قوالب او تشوفه القوالب بتاعة الانترو اللي انت حبيبها وبعد كده تحملها وتعدل عليها يعتبر ده الرقم واحد في مجاله في كل حاجة متعلقة بالتصميم وبالمواقع وكمان الفيديوهات فهو يعتبر رقم واحد في مجاله ومش هتلاقي افضل منه من ناحية القوالب اللي بتبقى موجودة في الساحة على الانترنت ده اول حاجة تاني حاجة وهو لو انت طبعا مش عاجبك القوالب اللي موجودة على الموقع ده اللي انت هتلاقي برضو اللي انك بتاع موجود تحت في الوصف هتخش على موقع فيفرد فيفرد ده موقع للخدمات تقدر ان انت هتطلب خدمة من مصمم محترف وانا اضمنك انه ممكن يكون في حلول الالفين دولار عشان تقدر تعمل انترو ممتاز الفين دولار ايوه الفين دولار عشان تقدر انت تعمل انترو احترافي ممكن ان انت عايز في دماغك انه هو بيعملك انترو بداية من الصفر يعني انت عامل انترو من الصفر من الصفر كده انت عامل انترو بتاعك انت فقط وهيكون بتاعك انت فقط طبعا في بعض الخدمات الاخرى ارخص بكتير جدا يعني من نفس الموقع هتلاقي عندك ان موقع كتيرة جدا او اللي هو الخدمات كتيرة جدا ارخص بكتير بس في النهاية انا بقولك لو انت حابب ان انت تبتدي من الصفر اللي ان انت لو بتدور على الاحتراف انما طبعا لو انت حابب حاجة نص ونص كده يعني ما يكون شغالي اوي وكمان يكون كويس هتلاقي اكيد هتشوف اعمالهم هتقدر ان انت تختار ما بينهم وبعد كده تقدر ان انت تبتدي وان ان انت تقدر تعمل الانترو معاها بس خلاص ده كان الفيديو الفيديو طويل بس هتمنى ان هو يكون مفيد واستفدت منه بشكل كامل ولو عندك اي سؤال سيبه تحت التعليقات وبرضو هتقدر تضنم الجروب كريزي نت على الفيسبوك هتلاقي عندك قرابط تحت في الوصف لان اي سؤال انت عندك في دماغك او بيخطر في دماغك في مجالة تكنولوجيا طبعا هتقدر تسيبه في الجروب تحت وبإذن الله اكيد احنا انا او غيري من ناس كتير جدا اكتر من ساتلاف شخص هنرد عليك بإذن الله ده كان فيديو النهاردة اتمنى يكون الفيديو عجبك شكرا جدا ليكم والسلام عليكم